لغة الوعيد تشعر فتيل التوتر في المنطقة ولسيما وأن سيناريوهات الثأر الإيراني من إسرائيل جميعها مقلق للغاية بعد تهديد إيران بضرب إسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في دمشق مما أسفر عن مقتل قيادات من الحرس الثوري الإيراني وفي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أعرب عن اتراضه لنظيره الإسرائيلي من عدم إبلاغه بالغارة الإسرائيلية في سوريا لتداعياتها على قوات بلاده بالمنطقة إلا أن أوستين أكد أن إسرائيل يمكنها الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وسبق أن أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية نيتنياهو بأن التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل في مواجهة تلك التهديدات الإيرانية لا يتزعزع ويزداد الأمر تعقيدا مع تصديق القوات الإسرائيلية والموساد على خطط لاستهداف قلب إيران إذا تم قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن هجوم إيران المحتمل على إسرائيل سيكون على الأرجح نهاية هذا الأسبوع باستخدام الصواريخ والمسيرات مع تقدير الإدارة الأمريكية بأن إيران تريد ضربة لإسرائيل مع تجنب حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد هذه الأحلاث المشتعلة في الشرق الأوسط دافعت روسيا وألمانيا وبريطانيا للمطالبة بضبط النفس وعلقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى طهران وحذرت موسكو مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط